طيب رسالة كمان مونة بتقول أنا 19 عشرة عايزة أعرف كل حاجة عن برجي وعن الارتباط بالذات عشان مش بتوفق في أي موضوع 19 عشرة هي مبدئيا برج الميزان بس هي آخر الميزان تاخد من العقرب عندها الفترة اللي فاتت ديت هي الدنيا ما عندها مش مظبوطة لأن هي دايما ست الميزان والعقرب دايما بيبقى عندهم شكل عام للشخص اللي هم عايزين ومش الشكل بس يعني رقم واحد الشكل شكله عامل إزاي اللابس إيه بعد كده ده أول حاجة رقم اتنين لما يعودوا يتكلموا هيتكلم إزاي حاجات دي بتفرق معهم أوكي طريقة أكله طريقة كلامه طريقة يعني بتبقى بتدرس الحالة فلما ما بتلاقيهاش اللي هي على مقاسها أو اللي هو يناسبها فما ما بتكملش فالطول الوقت هي ما بتاخدش بالها هي فكرة إن العلاقات ما بتكملش عندها لا هي السبب في إنها ما بتكملش لإن هي بتدقى في كل حاجة؟ بتدقى في حاجات كتيرة جدا ودائما بتدي كومنتات اللي قدامها بتحاول معاه يعني مثلا لو عنده لو هي عايزة خمس حاجات يبقى موجودين فيه وعنده ثلاث حاجات كويسين وحاجتين لأ بتحاول تغير في الحاجتين أوكي؟ لو الكفة الحاجات الأكتر بتكمل وبتحاول تغير بس لو ما تغيرش ما بتحاولش خلاص بقى لإن هي بتدينه فرصة اتنين تلاتة بالكتير لإن هي بتقول أنا مش حاكل تجارب أنا عايزة أشوف يعني دايما لها شغال دايما عايزة تشوف الحاجات اللي مناسبة ليها وبتروح لها اللي هي أنا مش عاود أعمل موجودة على الفوض يعني أوكي؟ فهي الحاجات دي كلها يعني مفيش علاقة عندها بتزبط عشان هي اللي بتخت... يعني ده اختياراتها أوكي